كان لك مرحلة عظيمة أيضا مع نادي ليفربول الذي يتواهك في الوقت الحالي بشكل كبير جدا في هذه الفترة كيف تتذكر هذه الفترة مع الريدز كان لدي أوقات رائعة مع ليفربول أنا استمتعت باللعب مع ليفربول خصوصا حينما خدنا نهائي دور الأبطال مع إيسي ميلا كان لدي الفرصة أن ألعب معهم كأس السوبر الأوروبي ضد سيسكا موسكو ولكن لسوء الحظ كان موسمي الأول كان منيط بإصابة قوية والتي عطلتني لمدة لنهاية الموسم ولكن كنت محظوظا كفاية أن أعود في العام الثاني وأن أصل معهم أيضا للنهاية الثاني في 2007 في أثينا ولكننا خسرنا اثنان لواحد كان الأمر صعبا كانت مباراة صعبة ولكن هو فريق بالفعل يعرف كيف يفوز بالنهائيات كان لدي فرصة جيدة أن ألعب مع ليفر بول وأن أتعامل مع الجماهير هم من أروع ما يكون ولكن في النهاية تركت الفريق انتلاقت ليفر بول هذا الموسم في الدولة الإنجليزية كيف فترة هل ليفر بول يستطيع أن ينافس منشستر سيتي على لقب الدولة؟ بالطبع الأمر صعب الأمر صعب كان لديهم الكثير من الأصابات في العام الماضي والعام الحالي لديهم أيضا لعبين انتقلوا من الفريق ولكن يوجد اسم أو اسمين من أكبر الأسماء موجودة في ليفر بول حاليا ولكن فلسفة يورجين كلوب وطريقة لعبه لازالت موجودة ولازم نلمسها فبالتالي إذا استطاع أن يحسن من أداء الدفاع ويعتمد أكثر على خط الوسط ويستطيع أن يطبق طريقته بشكل الأمثل أستطيع أن أقول أنه قادر في هذه الحالة على العودة للمنافسة على لقب الدوري وأن ينافس منشستر سيتي بالخصوص